مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من فقرة النقاش إذن قبل حلول شهر رمضان الفضيل بأيام معدودة وتلبية لدعوات الشارع الجزائرية اليوم في هاتيالاتنا تستعيد سلطات العليا في البلاد لافتتاح الرسمي لجامع جزائر هذا المعلم الديني الإسلامي والثقافي جامع يحتل المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا وثارث عالميا من حيث المساحة وبأطول مأذنة في العالم يرفع منها الأذانة وبهداسة معمارية مغاربية إسلامية وزخرف فريدة تلخص الموروط الجزائري والذي يتكون من قاعة صلاة تتسعى ل120 ألف مصل ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية بالإضافة لبنايات ومكتبات والعديد من المرافق الأخرى تختزل فترات طويلة من التاريخ الإسلامي في الجزائر مشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع نواصل نقاشنا رفقتها الدكتور أحمد إبراهيمي رئيس جمعية البركة أهلا بك من الجديد دكتور أهلا وسهلا مرحبا ربما أنتم كإمام بصفة أولى نتحدث عن جامعة جزائر تلبياتا ربما لدعوات الجزائريين ولطلباتهم الجزائريين كان ينتظرون بحرق افتتاح هذا المسجد أكبر مسجد في المنطقة المغربية وفي إفريقيا والثالث تعالبيا نعم كما وصبت أنت يعني الجزائريين يهتمون بالمساجد ويهتمون بخدمة بيوت الله سبحانه وعز وجل فما بالك بمسجد بهذا الحاجم وبهذا الكوبرو وهذه ليست ليس مسجد فقط لقاءة للصلاة أو إنما بمرافقه فهو يعني يعتبر اليوم منارة من المنارات العلم يعني الجزائريين كلها وجهة كما كانت من زمان يعني كانت عندنا زمان وجهة مثلا كانت البجاية كانت نمسا كانت عندنا مثلا الأزهر الزيتونة في العراق موجودة أيضا الجزائريين اليوم تصبح لها معلم معلم يسمى مسجد الجزائر هذا يتخرج منه التكاترة يتخرج منه حفاظ القرآن يصلي فيه الناس يعني تقوم فيه الخطبة الجامعة يعني لما تجمعي 120 ألف توصل رسالة قوية جدا فلهذا المسجد ودوره الآن زد المكان اختيار المكان الذي يبني فيه المسجد هو رسالة قوية للذين أرادوا يوما ما أو استهانوا بالشعب الجزائري أنهم سهل أو استسهلوا أن يخرجوا الشعب الجزائري من عقيدته ويقضون على إسلامه فإذا بهم بعد 130 سنة استعمار هذه المنطقة كانت منطقة للتنصير ومسمية بالكاردينال لافيجري فلآن صبح المسجد هو رسالة ومطلة على البحر حتى الجمال حتى الجمال الموقع جمال الإطلال التاعه لما تكون جاية في الطيارة وتشوف هذه المنارة وتشوف هذه المسجد تشعر بأن هذا إنجاز عظيم سيكون موروث ممكن الآن الناس لا تعرف قيمته الآن بالحجم ولكن معبر الأجيال الجاية وما سيخرج من هذا المسجد وما سينجز من خلال هذا المسجد من مشاريع علمية ومن دراسات عليا ومن تخريج دفعات متعلمة ومتفقها تدعو إلى الوسطية إلى الاعتدال لأننا عبر التاريخ من الذي عمر في التاريخ عمر الناس الذين يتمتعون بفق الوسطية والاعتدال أما كل المتطرفين أزلهم التاريخ يعني ربما المنطقة التي بني فيها هذا المسجد هي منطقة تم حسن اختيارا منطقة لافيجري كانت رسالة قوية جدا الرسالة الثانية ربما هي من خلال افتتاح هذا المسجد نشوف أنه بمثابة رد لمن يصعون وربما يعملون على تفكيك عقيدة المجتمع الجزائري هل ممكن اعتبار هذا الافتتاح كرد لمن يريد هذا الأمر؟ نعم أن يفتتح المسجد بهذه الحافة وهذه رسالة قوية جدا بأننا ما زلنا متمسكين بديننا وبهويتنا المسجد هو من المعالم التي تدل على الأرض أنها فيها الإسلام ولا ما فيها الإسلام والأذان هو الذي يعني يبين لك هالناس على دين الله يعني كانوا بك للفاتحين يعني يستشكل عليهم الشيء يقولوا خلينا نسنى والفجر إذا سمعنا الأذان هذو مسلمين إذا ما سمعناش الأذان ما أنت من مش مسلمين هذا معلم يحدد الهوية الجزائر يرمز إلى أننا ما زلنا متمسكين بديننا ما زلنا متمسكين بوسطيتنا باعتدالنا بأننا نحن جزء من هذه الأمة يعني كثير من الناس كثير من الناس في لحظات من اللحظات قالوا الجزائر خرجت من الأمة يعني عشرين وثلاثين سنة ومثلاثين وثلاثين سنة تاستعمار كل الناس قالوا بالجزائر انتهت خلاص الجزائر اصطبحت مسيحية وفرنسية وما إلى ذلك تم تكديم كل هذه الأقابل كل هذه الإنجازات والعظمة وكل المسجد اللي بنت في الجزائر كلها تصب في هذا المنح الذي قصدته أنت بك ألمك طيب ربما نحكيه على توقيت ربما افتتاح هذا المسجد نحن اليوم في الجزء الثاني من شهر شعبان في الجزء الذي حولت فيه الكعبة حولت فيه القبلة قبلة إلى نعم وعلى مقربة من رمضان يعني هذا شهر شعبان هو شهر عظيم لذلك شهر يغفل عنه الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك اليوم تجسد هذا العمل وتعطي انطلاق العمل في شهر كما هذا ونحن مهدمين على شهر القرآن ونحن مهدمين على شهر القرآن يعني هذا إن شاء الله يكون عمل مبارك وعمل له قيمته وعمل يرسل دائماً دائماً نحن دائماً نفكره في الرسائل التي ترسل إلى الناس من قبل وش قلت له قلت له غزة علمت الناس الناس اليوم تدخل للإسلام بسبب أقوال وأفعل أهل غزة يعني الناس قال لك هذه في التمثيل وما تكونش ما هو واحد يخرج من تحت الروح كان فاقت ثمانين واحد من عائلت وقل الحمد لله اللهم أخذ من دمائنا حتى ترضى كلام جعل الناس في الغرب في الغرب ليس من ملتنا خلينا قالوا نحن نطلعوا إيمانا ونقووا إيمانا لأننا نحن مؤمين في الأساس لا ناس كانوا خارجين الدين خارجين الدين يعني بعالي الدين لما شاهدوا هذا الصمود والثبات قال لك لازم نبحث على هذه الهمة من جهة هذه الهمة من جهة هذه القوة من جهة الثبات فنجأوا إلى القرآن فكان هذا سببهم في دخول الإسلام ألا أنت لما تديري معلم كما هذا ويبدأ للمعلم يبين الصورة الحقيقية على المجتمع أنت أقبل لمتباسك خاصة عبامة مكانة المعلم المكان الجغرافي وأيضا أنه تكون في كل مناطق جاي من خارج العاصمة متجه إلى قلب العاصمة تشوفه سواء من الشرق أو الغرب لكن زيد الأفر ويجتمع لك 120 ألف الصورة هذه صرات التربيح أو جمعة أو صلوات قعدها تكون ويولي منارة نستقبل فيها العلماء نعم في يوم الأيام لم يكن لدينا معلمة لما يأتينا علماء كبار وليأتينا مثلا زوار حتى رؤساء دول وحتى ملوك وقمر لما يأتيه وتديه أنت للمسجد هذا معناه أنت تقول له بأنني أنا متمسك بهويتي بيديني مهما كانت الضربات مهما كانت المشاريع انتعكم مهما كانت ما تفعلونه مهما كان مكروه فنحن ثابتون على هذه القربة ربما اليوم نشوفوا في من خلال هذا الافتتاح الذي سيكون بعد ربما ساعة أو أقل من ساعة نشوفوا أنه كان هناك حضور للعديد من الأيام العديد من العلماء الإسلاميين سيشرفون على هذا الافتتاح أيضا نعم هذا هو شهود هذا هو شهود على هذا الفعل الصالح على هذا العمل الصالح وهو تتشين بيت من بيوت الله يرفع فيها ذكر الله وإسم الله ويثلى فيها القرآن ويوحد فيها الله ويخرج منها العلم ويخرج منها العلماء ويمكن لديننا عن طريق الوسطية والاعتدال والفق السليم الذي يحافظ على تماسك الأمة ويحافظ على اللحمة كل هذه الرسائل ستخرج من هذا المسجد يعني ممكن الناس يقول لك لا مسجد كبير والأطلال وما الأطلال لا 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 ولكن احنا ما بنناش المسجد لينا مش لهذا الجيل هذا الجيل يؤدي دوره الآن مثلا اللي يبنى مثلا الأزهار وبنى والزيتون ممكن الوقت اللي يبنى وما أدى في الوقت اللي يتبنى وما أدى وش الرسالة الصحيحة بالصحة لو كنت حسبي عبر الأجير واش خرج الأزهار واش خرج الزيتون واش خرج العلماء كانوا خريش واش خرج المسج الأقصى المسج الأقصى الذي كنتشوف فيه اليوم وهو أطلال هذا كانوا خرج علماء كبار كبار كانوا في جنباته وفي زوايا وحافظوا القرآن والفقه فقط الأسبوع الماضي كانت خروج أول طبعة لدكتورة من ذلك المسجد مختصين في الشريعة الإسلامية ربما مثل هكذا نشوفوا أنه المسجد ليس اليوم فقط من أجل العبادة هو أيضا من أجل العلم من أجل الدراسة هي فيها مكتبة فيها هو الرسالة يعني كنقول من أجل عبادة العبادة هي علم كل شي نعم نجل الصلاة تعتق في العبادة يجي كل شي ولكن الآن كانت صورة واحدة من الصورة النمطية خليناها إحنا من قبل أن المسجد صلي وسكر الباب نعم وقدرتوا أنه مزيد كبير وإحنا 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 نصروا في المسجد إحنا خسرتوا دراهم مثلا لكي بس حلما يعرف الإنسان بالمسجد فيه جامعة جامعة تخرج العلماء نعم في مكتبات فيها إن شاء الله أن علماء في الجزائر يعني يعني غيما ماه مش ماكيش ليلمحهم فقط يعني أنه يتم تصلي تطور ربما من خلال هذا المسجد يتم تصلي تطور يعني بشكون في علمك عن الآن دكاتيرا وعلماء في الجزائر يوضاهون علماء المشرق يعني مش يعني بلاد تزخر بطاقة علمية رهيبة جدا وماذا خلال هذا المعلن سيتم تصلي تطور أعلى هذا المعلن ولكن كيف يقول لي مثلا نحن الجامعة أنا جامعة الخربة مثلا بساكي كيف يكون الجامعة داخل المسجد هذه ترجع بك للصدر الأول للإسلام أن المسجد يلعب هذا الأدوار لأن المسجد حاولوا هما أنهم يفرغوا المسجد من أدواره الحقيقية المسجد خاصة عندما صلت لنا الاستعمار صلي وروح أدي إبعا ولكن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الهولة وفي عهد الأموي وعباسين كان مدرسة كان معلم كان معلم علمي أنه تصلي وتقرأ وتحفظ وتراجع وتتلاقى فيه وتتناظر فيه وتتحاكم فيه وتتصالح فيه يعني كان المسجد له دور يعني عنده زخم أدوار كثيرة جدا لما أنت الآن ترجعي جزء جزء من هذ من هذ من هذ من هذ أدوار معناها عطيت الرسالة الحقيقية المسجد لما تدري فيه جامعة ومعهد ومدرسة التي تحفظ القرآن وعودوا الناس يجوزوروه وتتلقى فيه تتلقى فيه يتلقى فيه العلماء مثلا نحيو المناسبة الكبرى نتعنا بحضور علماء كما اليوم أحسب المعلومات يجيين كثير يعني كبار علماء ودعات كبار لما يجوز ولي أنت عندك شيء يتقابل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى المدينة بنى المسجد لا بنى مش قيل الصلاة بنى أيضا كقلعة وكقاعدة وكإدارة ملك لا لأنه يجيه يستقبله في المسجد يجيه تعكس را يستقبله في المسجد يجيه تعروم يستقبله في المسجد يجوه للوفود معناه إحنا اليوم لما يشوفوا هذه الصورة موجودة في المسجد المسجد الجزائر الأعظم هذا معناه إحنا اليوم ما خالفناه سلفنا الصالح ما خالفناه ورجعنا إلى جد الطريق بنى المسجد مهما أردت أن تبعده عن دور الحياة الاجتماعية في المسجد هو أساس في بناء الحياة الاجتماعية وبه يبقى التكافل والتراحم والتأذر وبه نحمل بلد يعني من ضمن مقاومات حفظ الأمن في البلد هو المسجد العدون ربما هي أيضا رسالة من أجل القول أنه لا يمكن التفريقة بين الدين والسياسة بين الدين والحياة هذا مصطلح علماني يقديم وخلاص وهضروا فيه الناس وتناطحوا فيه اليوم هذا في جيل آخر اليوم هنا في عالم آخر خلاص العالم الذي كانت فيه التناطح على الأفكار والتناطح على الأفكار ما بقى الشيوعي ما بقى العلماني الناس كلها اليوم الدين ما هوش لطائفة من الناس الدين والرسول للعالمين للناس كلها ما كانش واحد اليوم ما يقدرش واحد يزوجك بنته اليوم بلا يدير الفاتحة ما يقدرش ما يقدرش حتى وتلقيه مثلا العلماني وليلاعيك ولا شو ولكن يكي تلحق لهذا المؤاملات يقول لك لا 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 أنا بنتي لازم تخرج وفق الأصول تعدين وكذا وكذا ما كانش واحد اليوم مثلا يقدر عقد هكذا بدون ما يرجع للشراء ما يقدرش واحد يلغي يلغي أشياء هو يا ربي أنها معلومة من الدين بالضرورة فليذا اليوم هذا السجال والتنط والأفكار والإيديولوجيا ألا خرجنا منه الآن نحن نريد أن نبني وطن نريد أن نبحث عن أنفسنا الجزائر اليوم الجزائر اليوم هالدولة هي وين وش بقى في العرب طيب ربما هي أيضا وش بقى في الوطن العربي بقاة الجزائر ومصر وش بقى الحواضر الكبيرة قاعد دمرت وش بقى يعني الجزائر اليوم إحنا لما فكرنا كأولادها وابنائها باش نحافظوا عليها وباش الجزائر ولي عندها دور في تشكيل العالم القادم لأن العالم القادم للعالم خلاص اليوم نعايشين فراخ فرغتها قيم فرغتها علاقات دولية اليوم العلاقة الدولية كلها رمب عاصرها القيم كلها رمب عاصرها حبوا يفرضوا علينا قيم واحدة أخرى وجاءت 7 أكتوبر فشلت كل شي حبوا يفرضوا علينا دين واحد سموا دين الإبراهيمية حبوا يفرضوا علينا زواج بهمة كاترش حبوا يقتلوا ستة مرائل وخلوا مالي هذه قيم كانت تحضر بها هي بتبنى عالم جديد نعم وفق هذه القيم جاءت 7 أكتوبر هذه هدمت كل شي الآن العالم يعيش في فراخ ما عنده حتى الآن اللي يقول لكي الواحد ريقود العالم كذب العالم اليوم يعيش في فراخ احنا كجزينين كأمة اليوم ما زلنا متماسكين ما زلت دولتنا قائمة ما زل يعني جيشنا قوي ما زلنا أمل نا قوي ما زلوا علماءنا جامعاتنا مهما مهما كانت لنا قائز يقولوا وش حبيت صح ما زلنا قائمين ما زلنا كدولة قائمين نقدر اليوم أننا بمفكرين بصالحين نعود ننهض بالوطن هذا مش ننهض به في تنمية معينة ولا في اقتصاد معين ننهض به بيش يكون عن ما كان في العالم الذي سيتشكل نعم لأن هذه الحرب اللي ندور في غزة ستحدد من يقود العالم نهاية واحد ستحدد كيف يتشكل العالم الجديد فليلا نجد أن نكون أصحاب رؤية أصحاب نظرة أصحاب طوامو كبير من البقوش احنا دائما في اشكالية الاختلافات اللي بيناتنا ونعودوك ذا ونعودوك ذا كأننا نحن عايشين حياة بدون هدف يعني حديثك عن الاختلافات كان هناك تقرير أمريكي ربما خلال هذه النقطة تم فند كوملة وتنفيذ كل المزاعم بعض الدول التي اتهمت الجزائر بانتهاك الحريات الدينية اليوم خلال هذا الصرح الديني ربما تم تكذيب كل هذه المزاعم نعم احنا حرية موجودة في كل باطل في كل مورا اللي منعنا احنا من قيامتنا ممارس وراء اللي منعنا أقول أنه صلي بالذريع ولا ما تصليش أنا مشتهاش هذا الشي مشتهاش لست هنا العرابة لأحد ولكن وعليه هذو اللي تهمونا باللي احنا رأنا ضد حرية الأدين ولا ما تهموش الكائن الصيون اللي قاعد يقصف في المساجد والناس قاعد يشوفه فيه ومش قاعد المساجد يقصف حتى كان عيس يعني هو يقتل الناس داخل الجامعة يصلوا ويقصف في الكنيسة المعمدان هذيك اللي موجودة في غزة أقدم كنيسة في الوجود هذو قاعد يشوفهمش وقتل المسلمين في الروهينغا وتصفيتهم في البوسنة وقتلهم في إفريقيا الوسطى وذبحهم في كل مكان وتدمير العراق وتدمير ليبيا وتدمير سوريا هلا قاعد يشوفهم وم بعد يجي واحد يقول لي أنا ما فهمت هذيه وره لي منعنا أنا نعرف الكنيسة اللي نفس تتزين أنا والسمو عديده هذي اللي في قلب العاصمة مفتوح النس يجي وصلوا عادي عمرنا احنا ما عناش مشكلة مع الأديان وذي دايما نشرحها للناس يا ناس احنا ما عناش نحاربوا في المسيحين لأننا مسيحين ولا نحاربوا في اليهود لأننا يهود احنا نحاربوا في اليهود لأنهم ظلمون نعم ادولنا أرضنا ادولنا مسجدنا رمي قتلوا في شعبنا أما اليهود اللي عبر العالم أنا كنت في مؤتمر قبل شهرين قبل شهر في اسطنبول حاضروا معنا زوج يهود هذو اليهود اللي حاضروا معنا في المؤتمر هذو لأعداء لأعداء الكائن الصهيون هذو ضد هذو ضد التأسيس الدولة ما كيش واحد تسبب بالعبس نلقوا الحافاوة والناس تتصور معاهم ويتناولوا معنا الطعام يخويوا يهودي واش دخلني فيه هنا طيب ربما بالمقابل لهذه الحرية حرية ممارسة الدين في كل المناطق هنا في جزائر هل سيكون هناك مشكلة في الهوية الجزائرية في المستقبل ربما احنا لازم نصمد احنا نصمد على قيمنا وحنا نثبت وخال الاخر يقول واشي حب لا خال الاخر موش اللي يقرر في مكان يكون هناك قوي أنك يكون عندي مجتمعي متماسك ومجتمعي فهم روحه وفهم ماذا يريد طيب ربما تسأل أنا أخاف من كل واحد يخرج تقريب السؤال هو أستاذ ربما هل نحن كجزائريين عدنا مشكلة في الهوية عدنا مشكلة في الهوية الحمد لله هويتنا إسلامية هويتنا حددها بيان أول نوفمبر عن أنت عافية وحيسين احنا عنا مرجع يس بيان أول نوفمبر حدد الهوية الجزائري والسلام عليكم في إطارها العربي الإسلامي الإفريقي والسلام عليكم وحنا دولة مستقلة وعنا سيادتنا وعنا ديننا وعنا هويتنا وعنا مذهبنا وعنا كل شيء من يمارسون الديانة الأخرى هل هم ليس جزائريين من يمارسون ربما ديانات أخرى هنا في جزائر لا يهموني من يمارس الديانة الأخرى لأنه عنده حرية والتاهو الأولى هذو ناس يعني عددهم قليل بزاف يعني أنت تتكلمي على 99.99% من الجزائر المسلمين يعني بقعت نسبة قليلة هذو هذو اللي يبتزون بالتقارير هذو احنا ما نخافوش منهم ما لازمش خافو منهم احنا قوتنا هي في تماسكنا قوتنا في ترابطنا قوتنا في تمسكنا بديننا وهويتنا وما نريد وبوطنيتنا هذي قوتنا أما التقارير تطلع من هنا ومن هنا كذا يخلص قال حبيت ندرنا شوية إزعاج للجزائر لأنها أزعجتني في مجلس العمل أو لأنني أريد أن أضغط عليها حتى تتنازل الجزائر عن موقفها في قضايا عادلة ولا في مصر هذي هذا تاكتيك سياسي وذي لعبة سياسية يغنم ولكن احنا نحن لا نجد نهتز نحن ندروا قيما هذي الأشياء ونعطوها باللي سواء يقضوا لا يقضوا لا استعمار 32 وثلاثة ما خرجناش وما بعدناش على هويتنا وديننا وإسلامنا يجو هذو الآن لما صبحنا دولة وعنا جيش وعنا قوة ومتوجدين ومتوجدين نخافوا منهم لا نخافوش من الناس هذو طالما احنا مؤمنين هذه هي قيمنا وهذه هي هويتنا وإحنا الحمد لله إحنا الحمد لله الجزائريين ما عندنا مش اختلاف حتى يعني كثير ما عندنا احنا فرق كبيرة نظلوا نتقاتلوا ولا ما عندنا وإحنا تقريبا كنا سنيين كنا على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه كنا نقرأ تقريبا جبنتنا نقرأ حتى نقرأ ونقرأ ونقرأ طيب ربما من أجل الحفاظ على هذا التماسك اليوم في دل ربما انتشار الأفكار المتطرفة وربما الغريبة عن الجزائر اليوم كيف ممكن نحافظ على المذهب المالكي كما قلت لا المذهب المالكي هو مدرسة كبيرة مذهب المالكي ما هو قول واحد ولا قول رأي كان السادة المالكية وكان علماء كبار وكان اجتهاد والاجتهاد رأي يتطوروا عن علماء اليوم ما شاء الله يعني علماء جزائريين ذا كاتيرا كبار قادر يجتهد قادر يزيد ما عندنا نحن مشكلة لا في المذهب ولا نحن مشكلة هذا التطرف كان بسبب ظروف وبسبب دعم آخرين له نعم لذا انتيا لما يبلينا نشوفه وعند الأشياء يعني تحدث غريبة عن ديننا غريبة عن هويتنا ديننا هذا وليس نحن متحجر قادرنا نمتحجر قادرنا نمتحجر ديننا هذا مفتوح فيه التسامع فيه الرحمة فيه التكافل فيه الإخاء فيه الاختلاف نختلفه عادي نختلفه عادي الاختلاف ما وش حاجة أما الخلاف أن نصل إلى أن تصادم هذا هو الممنوع نعم فليهذا عنا اليوم ما عندنا مشكلة في هذه وعلىها على مثلا الدول الأخرى ما يمشون بالمذهب الحانة فيه طيب لكن السؤال هو كيف نحافظ على هذا الأمر ندري أنه ما كانش خلاف لكن لو ربما نبقى ونتماشى مع كل هذه الأفكار المتطرفة ربما ممكن أنه نقع فيها ما هي الآليات ربما لا تخافيش الشعب الجزائري يعني قلت لك الشعب الجزائري تعرض إلى أكبر إلى أكبر هجمة في حياته وما خرجته المنديل يعني هذا الفكر الذي يأتي للجزائر المتطرف لا يجب أن نتكبره ثاني ما هي الشعب الجزائري عادي لكن ربما الشدة ورخاء لا يصبح شيء تخيل لأننا مررت علينا مأسات وخرجت من هذه الجزائر قوية ووجتنا أفرق وحدة أخرى وأردت عن تطريح وأين هي الآن في النية الشعب الجزائري الشيط في المسجد أنا من أبقائش مثلا كي يظهر واحد والاثنين روح نكبر به ورجع كل الشعب الجزائري كل رأمور هذا كل مرشية ليه شعب الجزائري كله شعب الجزائري كله الآن يروح يصلي وعادي وصلاة وعادي ويستفتي الأئمة والأئمة نواكفين في مسجد الحمد لله يعني تقريبا شكونا اللي أحمى الجزائر أحمى هالمسجد وحماها الأئمة بخطابهم المعتدل والوسطي أنا إمام عندي ثلاثين سناء وعيش تظهر ما راح يكون لا وشفت الأئمة وش كانوا يدوها زمانائي وش كنا نأدو فوق المنبر والروس الطير وقلنا ما غيرنا لا في خطابنا ما جنحنا لنا التقرف ما جنحنا للي قتل الناس بل بالعكس دعونا الناس إلى الوسطية ودعونا الناس إلى الاعتدال ودعونا الناس إلى أن دين يقبل الغير ويقبل الاختلاف ويقبل كذا كل هذه القيم كنا نطرحوها فاليالي لا ما نبقى وش حنا كل ما تظهر الظاهرة نخافوا منها لأن الشعب الجزائر محصن محصن منذ الأذن مش مليون منها من لي جاء الإسلام عبا كبلي الجزائر دخلت الإسلام في القرن الأول ولم لا بركش نحن نتخلنا للإسلام في عصر الصحابة مش يقال الإسلام جاء في القرن الثاني الهجري ولا الثالث نحن نتخلنا للإسلام والصحابة قائمين والخلافة قائمة نتخلنا في أحسن العصور اللي هو الخلافة الراشدة مش من يوم نحن قال الإسلام لو وصلنا لأنا 14 قرن الإسلام هنا مقدر حتى توعد يمحيه ومش مرعي الجزائر يجيذوك الآن يظهرنا بعض الحركات من هنا أنا مش لش بالنظرة هذه ممكن ربما ممكن وكتما أمني ممكن أمني ممكن الأم يشبر الأمور صらح أنا كداعية وكاإمام وأعرف قوة الدين والإسلام الإسلام اليوم رأيض طب 갈 السؤال أخير أستاذ احمد ربما اليوم نتحدث عن جامعة جزائر هذه الصرحة الذينية الكبيرة نتحدث عن مرافق كبيرة نتحدث عن السؤال هو كيف ممكن أن يحافظ هذا الصرح بكل ربما المكونات الداخلية كيف ممكن أن يساهم اليوم في غرس القيم داخل ربما الجيل القادم والجيل الصغير اليوم هذا المسجد الآن له مرجعيته المسجد سيكون دولة مش سيكون طائفة ولا سيكون مجموعة ولا سيكون جمعية سيكون دولة الدولة لها مرجعيتها لها برنامج وكين برنامج كين كذا يبقى مع عمر الزمن يطور البرنامج هذا هذا ليس مجرد قاعة للصلاة يلتقي فيها الناس في الظهر والعصر ولا في الجمعة لا يقولنا باللي فيه لداخل ملافق التعليم ملافق للصلح ملافق للاستقبال الناس الغير مسلمين يعني هم يجوروا العصر يروح يزوروا المسجد ممكن الناس ممكن يستنكروا هذا الأمر لكن لا لا تستنكروش لكن الناس يجوع في حادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلون إلى المسجد وهو جالس داخل المسجد هم كفار وجوهم الفرصهم الروم وكذا احنا كي يجي رئيس دولة ولا ملك ولا أمير احنا مبينونه هذه كلاما زيارته هو يفهمها رسالة سياسية النوسية يفهمها باللي انت اليوم بينت له توجهك انت في هذا العالم باللي انت مسلم انا ما رحت ابنية كنيسة كبيرة ولا ابنية بيعة تعالية كبيرة ولا ابنية بوذة كبيرة انا ابنية مسجد انا بدرت ما نرى عندما عندما اراها اتذكر لا اله الا الله محمد رسول الله طيب فقط قبل ان نختم كسؤال حقيقة الاخير ربما الجزائر مثلها مثل ربما العديد من الدول العربية في بعض الاحيان نشوف ظهور بعض الطوائف الجديدة والطائفية الجديدة لكن الجزائر على غرار باقية الدول او على خلاف باقية الدول الجزائر دائما ما تكون او تتمتع بتلك الهدوء في المعاملة تجاه هذا الامر ربما اين ما هو السر في هذا السر في هذا لانهم لا يخشون من شعبهم انا وما هو الشعب الجزائر دا مو الشعب هين اللي يجيه لعب به انا دايما كنت نقولها في خطبهم نقول لهم الشعب الجزائر دا ليس كل ما يأتيه اي فكرة تجيه من برة تديه ماذا بس مش حنا نبقوا دائما في الخوف احنا مشكلتنا مشكلتنا دائما حتى ولادنا فضلنا علموهم كيفة يخاف قال ما تمشيش مع فلان يفسدك ما تروحش لهيه ما تروحش للمكان كذا لمانا لأريم ابني الاقتحام باللي ثلت أثر في الآخرين عله دائما احنا نخافوا من نسيأثر فينا علهما نكون شحلان لذين نؤثر في هاذا الناس يعني هذا يجي من اطراف الدنيا يجي فكرة من اطراف الدنيا هي اطرافية وأنا ابني البلد وابن هذا الوطن وابن هذه التضحيات وابن هذا القيم و Ceذا نخاف بالليоне اخرجين لماذا نجعل شنخاف من الأخير لازم نتعلموا وليازم نبدلوا يقول في Burke باللي أنحنا من الذين نؤثر هذا لا نستخدم أنهم خايفون خايفين شبابنا قالوا أنه ما هو سوق الغنام لا نحتاج إلى التفكير هذا خطأ على طول الخط أننا نمو فكلموا دائما خايفين من الأفكار التي جأنا من بره لا لدينا مرجعيتنا لدينا رجاننا لدينا علماء لن نفتغل مع علماء أخرين ويعني أفتغل مع علماء أخرين ولكن الله لدينا علماء في بلدنا في بعض الأحيان نحن نسأل قناة القرآن الكريم أو إذاعة القرآن الكريم يتسأل في أحد أحكام الوضوء ويقول لي بالله عليك أنت لا توجد مسجد لا توجد إمام في المسجد في ذلك الحومة التي تساكن فيها تجعل هذا المفتي الذي رأيه في القناة يفتي في حوج كبار يفتي في أمور تأجتهاد يجيب أنت أمور بسيطة لأي إمام في مسجدتهم يجاوبك عليها فعل المسجد أنت يا أك يجب أن ينعب دورهم في ذلك فعلوا المسجد أنا لنسأل أحد يقول والله إلا بلح ما صليتش الشفع والواتر كيف أن نقضيهم يخيو عندك إمام يا أخي ماذا يخدم الإمام اللي عندك في حومتك خليناك التواصل خلي هذه الأمور نحن من خلال نحن رأى المسجد رأى الصلح رأى عرض الزواج الإمام رأى له دور كبير رأى محترب ونحن الجزائر مهما كان يقول لي وش حبيتها بصحنا نمشي في الدول العربي الجزائر فيها حرية فيها حرية في هذه الأمور المواطنة الجزائري نحن مقيدين أنا إمام عندي 30 سنة وليوم يقولها أمام الكاميرا أنا في حياتي الدولة مفررتش عليها خطبة معينة نخضب وش نحب ونقول وش نحب وندرس وش نحب وفق المرجعية وفق المراجعية هذا الحرية و هذا الخير اللي أنا فيه نروحوا ونشتغلوا ونخدموا ونظلوا ونصفوا ونظلوا وقالوا وقلتوا ونظلوا وخلتوا في السلبيات دعونا نكونوا إيجابيين دعونا نكونوا إيجابيين ونستغل الفرص الموجودة ما نستغلش الفرص الموجودة اللي عنا ونروحوا دايما نركي مقاعي السلبيات أكيد هذا ما نتمنى أستاذ أحمد إبراهيمي رئيس جمعية البركة شكرا لك على حضرك معنا اليوم إذن مشاهدنا إلى هنا صلوياكم إلى ختام جزء الثاني من فقرة اللقاش ضمن غرفة الأخبار التي تبقى متواصلة بعض الفاصلات ضمن غرفة الأخبار 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 اشتركوا في القناة